اشتركوا في القناة وتزين في البيوت هي دائمة الخضرة مقاومة للحرارة اوراقها خضراء طيلة العام وفي شهرين خمسة وستة تنتج حبة سوداء ويطلق عليها اسم الحوك او الحبق او تولسي ويطلق عليها ايضا اسم العشب الملكية او نبتة القديس يوسف او الريحان الملكي واسم الريحان بالانجليزي باسيل ومشتق من الكلمات اليونانية اي العشاب النبيلي او المقدسة والريحان نبات عطري استوائي ويزرع في دول البحر الابيض المتوسط واسيا وافريقيا وانتشر في كل دول العالم لهمية هذه الشجرة الطبية واستخدم قديما ولا زال حتى الان في تحضير الشراب المقدس في بعض الكنائس وخاصة الكنيسة الارثوذكسية ويوضع مع الموتى ويغسل به ايضا الميت ويستخدم في افريقيا لطرد العقارب نستعمل من هذه النبتة اوراقها وازهارها وبذورها ايضا والبذور غنية بالكثير من المواد والفيتامينات وخاصة فيتامين دال وأهمية هذه النبتة هي أنها ذكرت في القرآن الكريم وفي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وركز عليها العالم ابن سينة ومن منا لا يقرأ آيات القرآن من سورة الرحمن الآية 12 التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وفي سورة الواقع أيضا الآية 88 و89 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وفي الطب النبوي روي عن الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة أخرجه مسلم وأبو داود وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه من الجنة رواه البخاري ومسلم والريحان من النباتات المفرحة والمبهجة مثل لفندر والزيزفون أيضا ونعطر فيها الصلاة والغرف لتعطيرها وتنقيتها ولإعطاء جو من الراحة لأنها تزيل القلق والتوتر وقال عنها بن سينة أنها تنفع في علاج البواسير والدوار والرعاف وهي من أفضل الأعشاب الطبية على الإطلاق ويطلق عليها ملكة الأعشاب فعندما نذكر هذه النبتة في كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله فلا بد أن نتوقف أمامها في تأمل وتفحص وبحث واكتشاف أسرارها ومما اكتشف لحد الآن لاستعمالها الطبي هو أنها تعالج الإسهال المزمن ودوزنطارية وطارضة للغازات ومسكنة للجهاز الهضمي وتطهر الجهاز البولي ومريحة للمعدة وتعالج حموضتها وتفتح السدد مثل الجيوب الأنفية وتوسيع الشعب الهوائية والتخلص من البلغم وخاصة إذا استعمل زيتها عن طريق الشم فهي مريحة جدا للجهاز التنفسي ومعالجة للربو وتفيد في تخفيف حدة السعال ومزيلة للصداع وتنقل جسم من السموم وتعالج التعرق الغزير ومطهرة للجسم أكثر من أي مطهر ومعطر آخر طبيعي أو صناعي لأنها تقتل الفيروسات والبكتيريا والريحان يقي من مرض السكري وخاصة إذا كان وراثيا فأن الريحان إذا استخدم في الطعام فإنه وقاية من مرض السكر وكذلك يعالج السرطان لإحتوائه الزيوت الطيارة المضادة للأكسدة والتي تعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم والريحان يعالج مشاكل البشرة والشعر وعادة يخلط بالكريمات ويفيد بشرة النساء أكثر من الرجال من بشرة الرجال ويعالج فقر الدم لاحتوائه نسبة كبيرة من الحديد سهل الامتصاص ويعالج الكريسترول المرتفع ويحسن الذاكرة وخاصة عند كبار السن وذلك بإضافة أوراق الريحان الخضراء إلى الماء أو الشاي أو أي مشروب آخر ويعالج أيضا القلق والتوتر ويعالج أمراض الروماتيزم والبرد واحتقان المفاصل ويعالج التهاب الحلق من خلال شرب مغلي بذور الريحان أو الغرغر بها والبذور موجودة عند معظم العطارين أو العشابين ويعالج لدغات الحشرات أو العضات من خلال مضغ بذور أو أوراق الريحان أو استخدام عصيرهما ووضعه مكان اللدغة أو العضة ويساعد في التخلص من السموم إذا كانت الحشر السامة وأوراق الريحان فعالة في علاج الملاريا وذلك بغلي أوراق الريحان مع الشاي وتناول أوراق الريحان الطازجة تعمل على تقليل الوزن الزائد وتنشط الجسم وتجدد خلايا الدم باستمرار وعموما هو مقوي للنظر من خلال شرب أو مضغ أوراقه ويمكن غسل العيون بمنقوع أوراق الريحان بالماء صباحا وقبل النوم فهي تمنع الالتهابات والدمامل وتمنع الإصابة بالعمل ليلي وعند تنشيف أو تجفيف أوراق الريحان وطحنها يمكن استخدامها لتنظيف الأسنان والحفاظ على اللثة وقتل البكتيريا داخل الفم وأكسابه رائحة منعشة وكما نلاحظ فأن جميع الأحشاب الطبية تشترك في كثير من الخصائص والفوائد من ناحية خفض مستوى الضغط الدم والكروسترول وغير ذلك وأننا إذ نتكلم عن طريقة العلاج واستعمال النباتات فلا يعني أننا نتكلم عن خلطات سحرية للعلاج فلحد الآن لا توجد دراسات طبية بحثية دقيقة للمقادير فعلى الإنسان أن يراقب نفسه جيدا عند استعمال أي نبتة وما يصلح لي ليس بالضرورة يصلح لغيري وما يصلح لغيري ليس بالضرورة أن يصلح لي فالإنسان حكيم نفسه والاعتدال كما نذكر دائما مطلوب في كل الحالات والنتائج تحتاج إلى وقت ومثابرة ينصح بزراعة الريحان داخل المنزل فإنه يحمي العائلة من الالتهابات والسعال ونزلات البرد والعدوى الفيروسية ومعطر للجو وطارد للحشرات والنبتة متوفرة في كل أنحاء العالم ورخيصة الثمن ومتاحة للجميع أيضا فقد كانت قديما متاحة فقط للملوك والأعيان ولأزهارها ألوان عديدة هي من الأبيض وحتى الأرجواني ويمكن الاستفادة إلى جانب تعطير وتنقية جو البيت من أوراقها وأزهارها للاستعمال الطبي الطبخ والشاي وغير ذلك وللريحان أصناف كثيرة وأسماء عديدة ولا يمكن حصرها إذ تجاوزت إعدادها إلى 160 صنفا مسمى وجميعها تشترك بمعظم الصفات والخواص تختلف بشكل أوراقها أو أزهارها أو ألوانها والبعض يفصل بينما جميعهم من عائلة واحدة والريحان كغيره من الأعشاب الطبية إلى جانب فوائده العديدة والتي لا تحصى ويعد من النباتات الآمنة جدا إذا ما أحسن استخدامه وبالكميات الطبيعية المعتدلة ككل النباتات وإذا زاد عن حده فأنه ينقلب ضده فيمكن أن يسبب انخفاض في سكر الدم وانخفاض بالضغط وتناول زيت الريحان عن طريق الفم غير آمن وكغيره لا ينصح باستخدامه من قبل المرأة الحامل والمرضعة وللأطفال وضمن الطعام والشاي مثلا آمن أما استخدامه كعلاج غير آمن إلا بمشهورة الطبيب وقد يسبب زيت الريحان زيادة النزيف لمن يعاني من سيولة الدم فهو مضاد للتخثر لذلك يحذر من استخدام الريحان قبل إجراء عملية جراحية بأسبوعين على الأقل لأنه يبطئ من وقف النزيف والتآم الجروح حبايبنا في ختام حديثنا اليوم عن الريحان نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يزيدنا علم وواجب علينا تقديم الشكر لحبايبنا من مشتركين وزوار وزوار لقناتنا لتفاعلهم ومتابعتهم وزوارنا الجدد إن أعجبتكم القناة لا تبخلوا علينا بالتجزيع بالاشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد ونعدكم كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله ومن رحب بأي سؤال يردنا أسفل الفيديو ولكم كل التحية ودمتم برعاية الله وحفظه